المكان بيسعدنا أن يكون معنا واحد من المدربين الكبار في الدوري المصري الممتاز واللي قدر خلال فترة قصيرة أنه يثبت نفسه ويفرد نفسه على السحة القروية المصرية على المستوى الفني مدير فني جبير وعلى المستوى الشخصي حد جميل أنا معايا الكابتن أحمد سامي المدير الفني لنادي سراميك أنا برحب بيك كابتن أحمد على شاشة قناة المحور وبرنامج الرمونتاز أنا برحب بيك ومبسوط أن أنت يا أول مرة أطلع مع ميد ومعاك يعني ربنا سهل يعني يمكن يا كابتن خليني يعني أبدأ معاك سريعا خلال الخمس مبارات الأخيرة خليني أقول إنجاز التعبير يعني ما كانوش أفضل شيء هل ده بسبب أن مثلا فيه ضغط على الضغط المبارات أو فيه الضغط ده سبب مثلا إرهاق للعيبة أو فيه سبب تاني بص هو يعني ضغط المبارات ده سبب من الأسباب طبعا بس لكن مش هو يعني السبب الرئيسي فيه بعض المتشاط احنا قدناها بشكل كويس بس ما كناش موفقين عجون احنا عندنا مشكلة برضو في حتة الأخرانية بتاعت الفينيش عجون الفينيش عجون مشكلة برضو بتواجهنا فترة كبيرة من ساعة ما نجيت يعني فيه بعض المتشاط احنا بنبقى موفقين بقرارات اللعيبة لكن فيه بعض المتشاط بنضع فرص يعني كان اخر ماتش امبي ده كان من يعقرب حاجة يعني عم ضعين تلاتة اربع فرص ما يضعوش بس هو في الاخر هو دي يعني احنا بنحول بشكل كبير الفرقة من ساعة ما نجيت بتقعد في الدوري بشكل كويس ونحضر للمسم الجاي ويبقى الأهداف مختلفة شوية عن الفترة دي يعني بتشوف كبتن احمد المنافسة في الدوري الممتاز السنة دي عامل ازاي؟ والله يعني احنا بتكلم من تالصراحة يعني هو فنيا الدوري بتاعنا مش احسن حاجة فنيا لكن تنافسيا لا الدوري كويس اوي يعني بالنسبة للمنافسة بالنسبة للهروب من الهبوط بالنسبة للمركز الرابع بالنسبة للحسم الدوري كل دي من مسائل تنافسية لكن مسائل الفنية في المحتوى بتاع الماتشاط لا هو مش احسن حاجة وهو برضو مش هيبقى احسن حاجة طول ما الدوري على طول ما ضغوط اللعيب برضو هو ده يعني عامل من العوامل اللي بتخليلك الامور الفنية واضحة والنواحة التكتكية واضحة لكن في نفس الوقت طبعا ضغط المبارات وتعب اللعيبة ويبقى عندك برضو مش سكوات كبير زي الفرق الكبيرة في الدوري عندك اللي بر اللي بيلعب زي اللي مبلعبش المستوى الفني قريبين من بعض لأنت معندكش برضو اغلبية الفرق الدوري معندهش الرفاهية دي فانت في نفس الوقت انت بتحاول على قد ما تقدر وهنفضل في الضغطة دي حتى السنة الجاية يمكن السنة الجاية هتبقى اصعب كمان لان من بداية السنة ممكن تبقى الدوري مضغوط واي حلول وسط في الموضوع ده اغلبية الاندينة مش هتوافق بيها ومحدش اغلبا هيوافق بيها لان الحلول الوسط هتبقى مجسفة لقدارات الاندية هتتبقى نلعب من دور واحد نلعب الكلام ده كله على مستوى على مستوى الريسك هتبقى عالي بالنسبة الاندية خصوصا مش هيبقى الاندية الكبيرة هتبقى الاندية اللي بتبقى موجودة لاغلبيتها شبه بعض لاغلبيتها شبه بعض وقريبين من مستوى بعض فانا يعني من وجهة نظره هي التنافس هو شرس لكن المحتوى الفني لا احنا للسابعات شوي يعني المسم القادم كابتان احمد بتشوفه برضو ازاي في ظل يعني فيه امكانات كبيرة دلوقتي اللي بعض الفرق بتصرف مبالغ رهيبة جدا في استقطاب لعبين هتشوف المنافسة ازاي يعني الفرق بقى اللي تحت اللي هي ما بتقدرش تصرف زي الفرق الكبيرة هتشوف المنافسة ازاي في ظل كل الكلام هو يعني هي دايما الفلوس بس مش هتعملك فرقة هو انت ممكن تبقى فيه لعيب انت عايزه لعيب مهم اه ممكن يكون لعيب يعني من حاس القيمة الفنية اه بيسوى فلوس لكن مش فلوس المبالغ فيها او كده لكن انت بقى هتجيب لعيبة كل الفرقة بفلوس كتير برضو ممكن ما تخدش اللي انت عايزت هي القصة كلها حتة آآ تنقيتة انتقاء اللعيب ده مهم جدا fall وانتقاء اللعيب ده مهمة المدرب مش مهمة ادارات الاندية لو ادارات الاندية وثقة في المدرب بتسيب له موضوع انتقاء اللعيب لان انتقاء اللعيب ده مهم جدا في الطريقة اللي بلعب بها المدرب في اسلوب لعبه فكمان المدرب لما بيناء اللعيب بيبقى هو مقتنع تماما انه هو هيفيده اه في بعض الامور ان ساعات ادارات الاندية بتتدخل في موضوع انتقاء اللعيب بخصوصاً أنا أتكلمك على الفرق الكبيرة بيقولك المدارب مش قاعد ممكن يمشي ويسيبنا للعيب لا دي برضو في الآخر أنت عندك هيكل وبتطعامه ببعض اللعيبة بالاتفاق مع الإدارة فنياً بالاتفاق مع الإدارة على أساس مادياً على أساس اللعيب ده هيقدروا يدفعوا ثمنه ومش هيقدروا ممكن البديل وإنت من وجهة نظرك ما بتحددش لعيب واحد أنت بتحددوا واحد واثنين وثلاثة واربعة تقدر تجيب في امتابة المحاولات في الأربعة وتحاول على قد ما تقدر تجيب لكن أنت في نفس الوقت بداية السنة ومهمة جداً أنا بالنسبة لي في أن أنا برسم خريطة للعيبة بالنسبة لي والخريطة دي هي دي اللي بتخليني بتخلي اللعيبة تبقى مستوياتها متقربة نتيجة أن أنا بحب أختار قدرات مختلفة بالنسبة للعيبة على ساتة تديني الكواليتي اللي أنا عايش وبشكل كبير النتائج دي توفيق ربنا نمر واحد ممكن تعمل كل حاجة وفي الآخر برضو أنت مش موفق لكن أنت في الآخر أنت بتحط في الداية السنة خريطة اللعيبة بالنسبة لك على المستوى الدفاعي وعلى المستوى نص الملعب وعلى المستوى الهجومي وبتحول تكمل احتياجاتك بشكل كبير ونواقص في لعيبة ممكن تلعب في كذا مركز ممكن احنا خلاص بمفنش الدوري هزا الموسم من كابتنا أحمد خلاص عدد قليل من المبارات المتبقية كله دلوقتي بدأ يستقطب لعبين كل الفرق هل في خلاص سراميكا ناد سراميكا تفاوض مع بعض اللعيبة أو خلاص حسم أمر بعض اللعيبة أو أنت طلبت التفاوض مع بعض اللعيبة؟ اه في لعيبة احنا خلصناها يعني مثلا عبر رحمن السكران من بيترو جيت برضو انتقال حر خلصناها وفي بعض اللعيبة كمان خلصناها بس مش ينفع نعليها دلوقتي كلها دي بتبقى انتقال حر لكن اللعيبة بالتفاوض مع الاندية لسه ما وصلناش لحلول النظام نتيجة برضو ضغط المرشاط واللعب وأي فرقة كلها بتنافس سواء على المربع سواء على مراكز متقدمة سواء على الهروب من الهبوط فانت عما تيجي تتفاوض دلوقتي مش هيبقى في نتيجة ومفيش حد يسمعك لأن كل واحد بيشوف فرقته الأول وبعد كده هيبتدي في مرحلة في التفاوض لكن هو في الآخر احنا طبعا نحطين اللعيبة عايزين نتفاوض معها وعايزين نجيبها والتفاوض ده مش هيبقى توقيته دلوقتي هيبقى توقيته كمان شوي يمكن نادي سراميكا من الفرق اللي عندها بعض الأسماء المهمة في الفريق بالتأكيد كل الأندية الكبيرة بتدور على لعيبة زوء إمكانيات عالية بتشوف أن الملاعبة دي مثلا ممكن تكون موجودة في سراميكا خلينا تكلم بالتحديد هنا عن شادي حسين ومصطفى سعد ميسي الاتنين طبعا في كلام بتالي أن النادي الأهلي عايزهم محتاجهم هتوافق على رحلهم؟ والله كل الأمور دي لسه مش دلوقتي حتت أنا ببافشه قدام لعيبة بس هيو في الآخر فيه هنشوف مع الإدارة لأن الإدارة دي هي المختصة بالموضوع سادة النايب محمد أبو العنين وأستاذ طاري أبو العنين هما المسؤولين على القصة دي الكيس دي بتتنقل لهم والأمور الفنية سواء في بدايل سواء أنا أوافق إن هوا يمشوا أو يعودوا دي في الآخر لسه مش مطروحة دلوقتي خالص لكن هو لسه ما فيش حاجة لسه دلوقتي يعني هو كل الناس دي اجتهادات ولسه ما وصلناش لحاجة ولكن في كلام بيتقالي إن هما مضوا فعلاً بس لأ صل الإمضة يا عم ملك نادي سراميكا وحتى لو اللعيب بس أنا أنا أشك إن هما مضوا بس يعني أي حد فيهم ألا لسهما أي حد فيهم لأنه في الآخر إنت لازم وفقة الاندية ونادي الأهلي نادي يعني نادي كبير بيتفاوط دايماً مع الإدارات مش ما بتفاوطش مع اللعيب من غير الإدارة فدول ملك نادي سراميكا فلازم في الآخر هيبقى في التفاوض نحيتهم يعني نحية الإدارة الأول ولكن لو في رغبة من ناحية اللعيبة ما هو فيه ما هو فيه بس هي دا دي اللي بيتعمل يعني دي لما بيتعمل دا لازم وفقة إدارة سواء الأمور المادية سواء كذا سواء كذا في حاجات بتبقى قرارات الإدارة فيها سواء هي مش موافقة أو موافقة لكن الأمور الفنية حدة الاستغناء أو عدم الاستغناء في الآخر هنشوف لسه الموضوع يعني الموضوع يعني لسه ما يعني ما وصلش المرحلة إن احنا الناس بتكتمل معايا وبتاخدوا رأيه لسه ما وصلش حاجة خلص يعني يمكن صالح جمعة واحد من اللعيبة الكبيرة اللي كانتها عالية جدا في الدوري المصري وهو موجود في نادي سراميكا يمكن الإصابة أخرته بعض الشيء ولكن هو رجع وبدأ يشارك في المباريات اتكلمت معه زي قلت له ايه بعد ما رجع من الإصابة؟ هو يعني أنا جيت لقيت صالح طبعا بقى له فترة كبيرة كان صابق قوية يعني عاد فترة فأنا جيت كان يبتدي يعني يبتدي ينزل الملعب فاحنا عملنا له برنامج وهو بيحاول بيكتهد بشكل كبير جدا إنه هو يمكن بياخد بعض المتشاط بعض الوقت نتيجه إنه هو بقى عاد له فترة كبيرة يعني لكن أنا بأمل بشكل كبير جدا إنه صالح يرجع لمستوى الطبيعي للناس عرفاه هو لعيب كبير ولعيب مهم جدا ولما بينزل حتى بعض الوقت بيفيد الفرقة بشكل إيجابي فأنا يعني بأمل إنه موهبة يعني صعبة تتكرر في مصر فأنا نفسي يعني أمنيتي إنه هو يرجع إن شاء الله المستوى ييفيد الفرقة ويفيد نفسه محمد إبراهيم واحد من اللعيبة الكبيرة في الدور المصري بيجدد مع نادي سراميكا هل كابتن أحمد سامي كان ليدور كبير في وجود محمد إبراهيم لسنوات قادمة في سراميكا؟ محمد طبعاً لعيب كبير ولعيب مهم في الفرقة ومن كباتن الفرقة فمحيطة الاستقرار الفني هو مهم فمحمد يعني كان يفضل له فترة في عقده وليلة إحنا مددنا له العقد بشكل كويس على أساس إنه هو يبقى دماغه مركز مع الفرقة وفي نفس الوقت تعمل استقرار فني لإحنا برضو نعايزين السنة الجاية إن شاء الله لو لنا عمري يعني السنة الجاية يبقى مشاكل سراميكا مختلف عن السنوات اللي فترة ممكن يشوف سراميكا بينافس على المربع إزاي بالسنة الجاية؟ أنا بحاول يعني إن شاء الله بإذن الله يعني كل الإجتهادات مع الإدارة والإدارة مش متأخرة لغاية دلوقتي خالص ومتعاونين جدا إن إحنا عايزين نعمل فرقة السنة الجاية إن شاء الله فرقة قوية بالإضافة للعيبة اللي هنا نعمل تدعمات تدي مرضوط كويس في الدوري ودي عا تبقى حاجة كويسة إن شاء الله السنة دي يبقى السنة التانية لسراميكا في الدوري يبقى السنة الجاية تبقى طموح مختلف خليني أتكلم عن تجربة سموحة ودلوقتي تجربة سراميكا كابتين أحمد ماشي بخطة سابتة في الدوري المصري الفرق بين التجربتين؟ والله بص يعني سراميكا كانت تجربة كاملة يعني إحنا إنتهينا أنا بقليش هنا ثلاث شهور يعني لكن سموحة أنا قعدت سنتين وفوقل ونص كمان سنتين ونص وأكتر فكانت التجربة كاملة بالنسبة لي لكن لسه إحنا لسه إحنا بيعتبر أنا يعني الجاي يعني بشكل في الفترة دي مؤقت على أساس يعني السنة الجاية تبقى شكل الفرقة مختلف شواء قلت الحضرات كان يعني قيم لي تجربة سموحة تولي؟ لعن سموحة أولاً من مرة واحد أنا بشكر طبعاً بشمان صفرج عامر يعني صاحب فضل علي وكان بدعمني بشكل كبير جداً وكان مقتنع يعني كان مقتنع كمان بقرائي وبالشغل بتاعي فكان دايماً في ظهري يعني أنا بشكره ده طبعاً وحتى المجلس اللي جيه بعديه أستاذ وليد وأستاذ عامر هونيمي برضو كانوا يعني بشكل كبير كده يعني بيحاولوا يزوقوا معايا لكن هو في نفس الوقت أنا التجربة كان بالنسبة لي يعني نادي سموحة أنا بحبه جداً لأن أنا عشت فترة فيه فترة كويسة وفترة كلها فترة إيجابية لكن حتة انتقالي لسيراميكا هي مسألة رؤية رؤية ممكن ما تنسبش الإدارة رؤيتي في سموحها الفترة الجاية ممكن اختلاف في الرؤية لكن في الآخر أنا بكن لهم كل احترام ناس محترمة ومشوفتش حاجة منهم محشة وهي حتة الشغل أو عدم الشغل ده هي مسألة اختلاف في القراء لكن أنا بأمل إن شاء الله بإذن الله تبقى يعني الفترة بتاعت سيراميكا تجربة كويسة يعني تشوفك ابتنا أحمد إنك تدررت من التحكيم خلال موسم الحالي؟ بص يعني عادة التحكيم يعني أنا التحكيم طبعاً أنا بكن لهم كل احترام متقدير بس هو في الآخر يعني هو لازم هيبقى فيه غلطات مش هدحك عن نفسنا ما فيش حد يعني منزل في التحكيم إنه هو ينزل يعني كل القرارات صح لكن في نفس الوقت يعني الفوار موجود عشان يساعد التحكيم لكن ضغط المبارات والضغط العصبي بكله بيأمل إن التحكيم يبقى غلطاته قليلة جداً لأن طبعاً نتيجة سلبية النادي بيتضر بشكل كبير والمتشاط وراء بعض فأنا بأمل رئيس اللجنة التحكيم الجديد إنه هو يعيد تطوير وعندنا حكام كبار جداً يعني فيه حكام كتير جداً أنا بحبها وبسق فيها وإن شاء الله يتطوروا أحسن مع الخبير اللي جاي يعني يمكن عدد كبير من اللعيبة النجوم في فريق سيروميكا بنتكلم هنا عن شادي حسين مصطفى سعدي ميسي صالح جمعة محمد إبراهيم عامر عامر أسماء كبيرة وبالرغم من كده بنشوف حالة انضباط في الفريق وفي قط اللبس بتتعامل زي مع النجوم دي؟ لا هو في الآخر أنت في الآخر المعاملة مش أنا مش جاي نظر مدرسة لا هو في الآخر أنت لعيب محترف وأنا مدرب جاي ساعدك ولازم يبقى المفهوم ده موجود عند اللعيب وفي نفس في حاجات أنا بطلبها منك في الملعب لازم تنفذها سواء من أحد تكتكية سواء من أحد الانضباط في التمرين وفي الآخر القصة لو في حد مخالف بياخد عقابه تطبقا للليحة ومن غير زعي ومن غير زعل ومن غير أي عاجة هو دايما اللي يغلط بياخد عقابه ودايما بتحول تتعمل روح تنافسية في الفرقة روح التنافسية في الفرقة وفقط اللبس دي مهمة جدا وفي نفس الوقت الانضباط من غير زعل ومن غير زعي ومن غير تجاوز لأن أنا دايما مقتنع أنا قرمت اللعيب من قرمتي فمنفعش ان انا اكثر اكثر كرامة اللعيب ده ينعكس في اداءه في الملعب فهو اللي بيغلط بياخد على قد حجم الغلط يا قاوب بس يمكن حضرك كنت من ضمن الاسماء اللي اسمعنا مرشحة لتدريب المنتخب الولمبي هل في حد تواصل فعلا بالفعل معاك من اتحاد الكرة عشان تدريب المنتخب الولمبي ولا ده ما حصلش يعني هو حصل وكل حاجة ويعني منتخب مش مهم مين بس يعني حصل ولمنتخب ده حاجة تشرف لكل الناس بس انا بنوجهة نظر الشخصية يعني اعنا هبقى مفيد حدث الاندي انا بفضلها في الوقت الحالي لكن حدث المنتخب لسه شوية عليها بالنسبة لنا يعني هقدر نقول ان حراك رفضت تدريب المنتخب الولمبي هقدرش هرفض رفض تدريب المنتخب دي كلمة كبيرة جدا لكن انت بالنسبة لك لازم تبقى انت تحترم نفسك وتحترم منتخب بلدك انت هتقدر تفيده الفترة الجاية والمش تقدر فانا لازم في نفس الوقت قيمة المنتخب دي كلمة كبيرة فانا كنت يعني حيطة الشغل اليومي في الاندي انا بفضله اكتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر